الأخت بس الفاضلة أنا مش هقول برضو اسمها آخر اسمها ناصر هي بتقول إن هي شافت زوجها بيتفرج على يعني على النت على صور يعني عارية وشبهة عارية ولما واجهته بدأ يزعق ويدرب وبعدين بتقول نها يعني عندها أطفال ومش عايزة بسي أنا لما بقول الزوجة بتشوف حاجة زي كده مش على طول بتروح تقول أنا شفت فأنت قلت وإحنا أنت عايد اللي أنا فهمت من سؤالك إنك بقية على الحياة الزوجية بقية بقية على الحياة الزوجية حفاظا على البيت عشان خاطر الولاد وده هدف محمود حتى اللي معايا ده عنده بعض السفة لكن أنا عندي حكمة نحافظ على البيت ده أنت صابرة ونعمة أجروا العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صابرة واتخذ بالأسباب عشان كده القرآن جمع بين الأمرين مش حاطة إيديه ومستني الفرج لا نعمة أجروا العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون فجمع ما بين الصبر والعمل عشان الإنسان ما يفهمش إن الصبر صبر سلبي لا ده صبر إيجابي هاخد بالأسباب اللي تعيني أخد بإيدي الزوج ده إلى طاعة الله حيجي بين يوم وليلة لا مش حيجي بين يوم وليلة هداية النفوس أمر شاق جدا ويحتاج صبر ودوام من حضرتك على إنك تحرصي على الإصلاح أحرص على الإصلاح بقى إزاي بحيث خلاص أنا قلت له نبهته في ناس لما تنبهيها الحاجة زي كده تتكسف من نفسها في واحد تاني يعود يزعق ويعملوا بتاعشان إيه يضيع اللي عمله أنت خلاص قلت له أبتدي بقى طالما أنا عايزة بقي على الحياة الزوجية أني أصلح من علاقتي معاه إيه اللي خلاي يعمل كده هو إنسان يعني غلاط بطبعه غاوي الكلام ده ولا أنا مقصرة حاجة من الاتنين وأبتدي في إصلاح الحياة وإن أنا أخد بإيده وأقوله أنا أعتبر إن ده كأني ما شفتوش وإحنا هنبتدي صفحة جديدة ومش على طول حيبطة لكن برضو هاخد بإيده واستعن بالله ولا أشعر ولا أشعر نفسي بالعجز لإني أنا عندي معونة من الله سبحانه وتعالى لو أنا طلبتها وعندي ثقة فيما عند الله أعان أعان على قدر الاستعداد يأتي العبد الإمداد من الله فإنت يكون ده وتدعيله بالهداية وإن ربنا يغض بصره عن الحرام وإن يجعله قرة عين له ويجعله قرة عين لك والدعاء سلاح وما أعظم الدعاء من سلاح بس المين للي عنده يقين فيما عند الله مش اللي بيدعي وقلبه نص نص لأنا عندي يقين أنه سيأتي الفرج على الصفة التي يعني يرى الله سبحانه وتعالى فإنها خرلية بحكمته وتدبيره سبحانه وتعالى فأنا بعمل وباخد بالأسباب اللي تعني قدر المستطاع وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعينك يا أيتها الأخت الفاضلة اشتركوا في القناة